الرقم أو التحول الرقمي أكيد الكلمة هذه أعترضتك في وسائل التواصل في الميديار في الصحافة المكتوبة وهي تعني تحويل كل المعاملات الورقية اللي بطبيعة تستحق منك تنقحه ولو تستحق منك جهد وستحق منك وقت إلى معاملات يقوم به الإنسان من مكانه عبر منصات إلكترونية بشكل ساهل ومبسط وسريع فكرة الأونلاين والتصرف عبر منصات إلكترونية وبخطوات سهلة وسريعة وخاصة موثوقة وآمنة باقي يتغير في العالم وتسهل في حياتنا لأنها تقلل بشكل كبير من كمية النفقات ومن عدد الموظفين ومن ارتكاب الأخطاء البشرية وعندنا تجارب ناجحة في السياق هذا حتى صاروا يتسموا بحكومات من دون ورق كما مثلاً في الإمارات البيع والشراء وتحويل الملكية واستخراج الوثائق الشخصية الرسمية وحتى سداد الفواتير والضراءة بالكل يتم عبر منصات إلكترونية بضغط زر واحدة صيح الرقمنا تحتاج إلى بنية تحتية قوية والاستثمارات في سرعة الإنترنت وتهيئة الإدارات والفضاءات العمومية والتكوين الموظفين مش يكونوا ذوي خبرة لكن يلزمنا نعرفوا أنه خسائرنا من غير الرقمنا أعلى بارشة من مصاريفنا لو أنه نقتحموا البابها وهكا نفهم أنه الرقمنا مهيش مجرد خيار بل يلزمنا نتعلم معها على أساس أنها أمر حتمي يلزموا يصير اليوم قبل غدو